طلق منتدى فلدي الدولي للحوار بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي في دورته التاسعة لمؤتمره الشرق أوسطي تحت عنوان الشرق الأوسط في زمن التغيرات نحو هندسة استقرار جديد يبحث أو سيبحث المؤتمر خلال يومي عمله في السبع عشر والثمان عشر من فبراير في موسكو وبمشاركة أكثر من خمسين مسؤولا وخبيرا من عشرين دولة أهم التحديات والسيناريوهات التي تحملها عشرينيات هذا القرن في جعبتها لمنطقة الشرق الأوسط من بين المحاور التي سيناقشها المؤتمر مستقبل الشرق الأوسط في السياق العالمي إشكالية تفاقم الصراعات في المنطقة العلاقة بين الدول العربية وجيرانها غير العرب والوضع في الخليج والمغرب العربي والعلاقات بين روسيا ودول المنطقة والموجة الاحتجاجية الجديدة في الشرق الأوسط بأسبابها وتداعيتها